إذا نعرف الحجم إذا نعرف الحجم إذا نقوم بجربة هذه نأخذ إناء أي إناء كأس قرورة مملوئة جيدا بالماء ثم نأخذ حجرة التي تدخل في هذه القرورة كتافية إذا نعرف الحجم إذا هنا نجيب هذه القرورة مملوئة بالماء نضعها في هذه الغرف نضعها في العرر فادة ونأخذها في هذه الحجرة نضعها في هذه القرورة بالماء إذا نلاحظ أن نتحرك قليلا بالماء في هذه العرر تحرك قليلا بالماء إذا ذلك الماء الذي تحرك هو الذي يساوي حجم تلك الحجرة إذا ما نقول هنا أن حجم الجسم هو الحيس الذي يحتل هنا في الماء إذا نجيب ماء بينها إذا بالنسبة لهواء لا يكسبه إذا هنا الحجرة تحصل الحيس في الفارضة ولكن لا يكون الحيس في الفارضة لأنه لا يكسبه لك الهواء يزاح إذا نقول أن حجم الجسم والحيس الذي يحتلون الجسم في الفارضة إذا نبيتها لكم بالماء حيث بالماء بينها الماء المزاح يتهرط يجمع الناهنة إذا أنا أخويت هذه إذا الحجم ذلك الحجرة هو هذا إذا لا نريد أن نعرف الحجم حيث يساوي كلمشيو يكبوه في الإخبار المدرج وهذا قناء الحجم ذلك الحجرة هذا هو التعليف حجم الجسم وهو يقاسه بوحدة العالمية لقياس الحجم هي المتر مكعب والسعة يقاسه بوحدة اللتر نستعمل أدوات لقياس الحجم إذا كلها مدرجة إذا هذا اسمه كأس مدرج وهذا مخباع مدرج إذا كله مدرج من مليلي لتر وهذه محقانة مدرجة من مليلي لتر وهذا اسمه دورق مدرجة وهذا كأس يستعملوا في المنزل لقياس الحجم والكتلة يعني مجموعة هذا متعدل استعمالات إذا كنقشوا به حتى الحجم إذا هذه الأدوات كلها تستعملوا لقياس الحجم الأجسام السائلة وكذلك حتى الأجسام الصلبة التي سوف نرى في فقرة الجاية من بعد إذا قياس حجم السائل نستعمل هذا المخبار المدرج إذا استعملوا مخبار المدرج إذا استعملوا مدرج على الملي لتر دورق أكم دورق أكم يمكنكم إذا كنت ترى مميلي لتر درجة ميلي لتر هنا تدريجات تدريجات 100 150 250 نلاحظ أن المخبار نزيده 50 ميلي لتر هنا نشرح لكم كيف تدريجة تدريجة واحدة كيف تساوي؟ هنا تدريجة ثم تدريجة تدريجة قريبا اصبحت لكم أن نض Choices تدريجة سوق 350 حاليا سوف hacer humano 50 خلصم على 10 ثم تعطينا pi 350 360 نضع للعيي في السطح الأفوقي لكي ن Rubar هنا اخبار ميلي لقد اخذ الحجم إذا اخذنا 100 و 150 إذا حسبوا ما تدريجات بين 100 و 150 إذا تبعوا معي 1 1 جوج 3 4 5 6 7 8 10 تدريجات إذا هنا ما نقوم بإزاله نقوم بإزاله نقوم بإزاله 150 ناقص 100 ما تدريجات ما تدريجات 50 إذا نقوم بإزاله 10 تدريجات ما نقوم بإزاله 50 التي حصلنا عليها قسمها على 10 ما تدريجات 5 إذا هنا في كل تدريجات نزيده 5 كل تدريجات نزيده 5 إذا أنا أقرأ الحجم ما حال إذا نبدأ بمئة زائد خمسة هي 105 زائد خمسة 110 زائد خمسة 115 زائد خمسة 120 إذا الحجم فهذه الميتات من الخبار المدرج هي 120 ومئة مدرج إذا يطلق في أي مخبار المدرج يطلق ما بين تدريجات وعادة يخصون على تدريجات وتخلصوا الحجم كيف يصبح الآن نرى قياس حجم جسم صالب له شكل نأخذ أشكال مثلا مكعب وهنا أسطوانة كيف نحسب الحجم هذا المكعب إذا نأخذ هذا المكعب جميع أضلاع المتساوي نقص 1 1 1 1 1 سنتيمتر إذا نضرب 6 إذا نضرب بالحرف في الحرف هذا هو الحجم شكل هندسياني مكعب بالنسبة الأسطوانة نضرب الشعاع هو نصف القطر قصمه على الجج ونضربه في طول الأسطوانة إذا نضرب الشعاع في قرش في قيمة إذا بالنسبة الأشكال هندسية تقاص حجمها باستعمال الأبعاد وعلاقة لكي نحسب الحجم الآن نضرب حجم جسم الصلب لا يمكن شكل هندسي هندسي كيف نعرف الحجم إذا استعمال مخبار مدرج قبل مدرج حجم حجم مخبار 310 إذا 310 إذا 310 سنضرب حجم 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 مخبار مدرج إذا 310 حجم حجم 350 زائد 360 إذا ما نضربه الحجم ما نضربه الحجم الحجم ناقص 310 إذا نحسب الحجم إذا 320 ناقص 310 هي 50 لا تكتب مليليلتر سنتيمتر مكعب لأنها قطعة حجم لأنها 1 سنتيمتر مكعب تساوي 1 مليليلتر إذا مليليلتر سنتيمتر مكعب أجسام الصلبة وهكذا نحسب حجم الحجرة يعني الجسم ليس لمشكل هندسي ِ ِ ِ